اثار التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب جنون الجارة الجزائرية التي جندت مرة أخرى أبواقها الإعلامية بغية النيل من سمعة المغرب والتشويش على انتصاراته الدبلوماسية عبر الكذب وفبركة الأحداث واختلاق الوقائع وآخر هذه الوقائع خبر زائف لأحد المنابر الإعلامية الجزائرية يدعي عمالة الأطفال بالأقاليم الجنوبية للمملكة والحقيقة أن هذه الصورة تم أخذها من تقرير أنجزته قناة بي بي سي الإنجليزية سنة 2016 حول عمالة الأطفال بالهند التقرير الأمريكي الذي كرس مرة أخرى سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتضمن إشادات واضحة بالوضع المستقر لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة هو نفسه الذي أماط اللي ثام عن وضع مترد لحقوق الإنسان بالجزائر يمارسه نظام يدعي مساعدة الشعوب على تقرير مصيرها ويغض الطرف عن تلبية مطالب أبنائه الذين بحثت حناجرهم في مظاهرات انطلقت في مناطق متعددة من البلاد تؤرخ لحراك اجشماعي انطلق منذ عامين يطالب فيه أبناء الجزائر بالديمقراطية والتنمية ورحيل رموز نظام قمع العباد ونهب خيرات البلاد هذه الفبركة الإعلامية الجزائرية وسياسة الكذب الممنهجة في حق المملكة المغربية ووحدتها الترابية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بل باتت السلاح الوحيد في يد النظام الجزائري خاصة بعد فشل مشروعه الانفصالي ضد المغرب الذي يكلف خزينة الدولة الجزائرية ملاير الدولارات من أموال الشعب الجزائري في مقابل الانتصارات المتوالية للدبلوماسية المغربية بعدما تضمن هذا التقرير الذي يعد الأول من نوعه في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الخريطة الكاملة للمملكة المغربية وهو ما يعني مواصلة دعم الإدارة الأمريكية الحالية لقرار الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب